قبل ما اطلع فاصل حابب تعاقب اي تعقيد في متعلق بزمانك؟ لا هي نقطة اللي حضرتك قلتها طبعا موضوعا ان انا دايما حتى لو الاهلي مهزوز شوية في ادائه بيعرف يكسب وده الاهم يا كابتل انا لازم اخد حاجة ايجابية من التسعين دي اللي انا بالعبها لو انا ما خدتش منها حاجة هتلاقي النادي الاهلي بيرجع وبيتراجع في اي حاجة في تصدر جوري في الافريقية هتلاقي بيبعد لكن احسن حاجة وامياس حاجة عندنا في النادي الاهلي ان انت وانت وحش حتى تلب على المكسل يعني وانت وحش والتلعف بيش هاذكر الاداء ترغي هاذكر ان خاطو البطولات بالذبط هتجي بقى بعد كده في الاخر هتلاقي بقى ترجع بقى وتمسك الاخر المطاف هتقول لك لا ده الاهلي يخد بطولة بالذبط مش هفتكر انه انه مش موتش كنت وحش ولا انه مش تعديل خالص لان اكيد هيحصل دروب في موتش هيحصل تعادل في موتش هيحصل اخفاق في خمس ماتشاط. هيحصل مكاسر كتير جدا في النهاية انت بتاخد البطولة. نعم. فلازم وانت وحش الفرقة الكبيرة يا الاهلي والزمالك. لازم وانت وحش لازم تكسب. لازم تكسب. لكن ما ينفعش بس الاداء بس. الاداء ما بيأكلش عيش يا كتب مع حمالي يعني. صح. يعني هو مش هيكل بطولة. بدليل ان الزمالك تعادلين وخسرتين. مم. وانهاردة املوا في فرقة التركي في الاخر. ايه. وهو يكسب كبير المرودية هنا. اه دي دي برجله هو. لكن اللي مش برجله بقى. هو لازم يكسب. اه. لكن في النهاية برضو امله فين. اه. بعد ربنا سبحانه على طبعا. الامل في فريق الترجي. صح. هل هيلعب بنافسه القوة هل هيبقى الماتش عادي. اه. وطبعا اكيد انا لو انا في الترجي. لا انا لازم اخرج الزمالك لان زمالك فريق كبير. اه. يعني من مصلحة الترجي انه زمالك ما يخشش في الجيم. طبعا. من الاول. طبعا عنده جماهير وعنده اعلامه وفرقة كبيرة. وفرقة هتعود مع مدرب كان بياخد بطولات قبل كده. هو مويني الشعباني امبارح قال انا هلعب على المكسب في كل لكن طبيعي لازم ما يقول كده. طبعا. 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 ممكن يشرك بعض البودلاء الكلام ده كله يعني. ما في الشك. وارد. وارد.